وعليات هذا المنتدى الوطني الذي وضع تحت شعار تطور المعدات ذات الأداء المحسن وطرق تصميم بنية تحتية وأنظمة ميكانيكية مرنة طويلة الأمت المنظمة من قبل المدرسين الباحثين في الهندسة المدنية سيناقش المشاركون خلالها مواضيع عدة أهمها الوقوف أمام التحديات المختلفة التي تقف عقبة أمام تنمية هذا القطاع رئيسة اللجنة التنظيمية البروفوسيرا نيكولنا كلاريس تناولت أهمية تصميم البنية التحتية المرنة والقادرة على التعامل مع المخاطر الطبيعية والضعوض البيئية وذلك من خلال تجميع المعلومات ووجهات النظر لأخذ التقارير العلمية بعين الاعتبار وأشادت بجهود الباحثين التي ساهمت بشكل واضح في تطوير هذا المجال أما المدير العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ديونكو ممثلا للوزير أقد للحضور بأن هذا المؤتمر سيساعد المهتمين بالبحوث على التفكير وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الهندسة الميكانيكية والمدنية فضلا عن الصناعات الأخرى بحدف تعزيز المعرفة لحل المشكلات المتعصلة في هذا القطاع ومن هنا سيعين هذا المؤتمر خلال الأيام المقبلة من التمكين على التعامل مع المتغيرات البيئية